بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اما بعد. طلاب الغاليين في دفعة الفين اتنين وعشرين. اهلا وسهلا بكم. ان شاء الله رب العالمين الفيديو ده هنقدم فيه ستين جملة بافكار متنوعة من كتاب كان عامل ضجة السنة اللي فاتت. كتاب الجزئية دي خاصة بالقواعد. وطبعا حسناك عارف ان القواعد سبتة وما تتغيرش. كل سنة نفس القواعد. الملف ده هيكون فيه ستين جملة على ازمنة المضارع والماضي. يعني مضارع تام وماضي تام. ومضارع تام مستمر وماضي تام مستمر وكمان معهم ماضي بسيط. الاسئلة دي ستين جملة على الفرازة. وبعدهم فيه جزئية صغيرة كده من امتحان هتلاقي فيها يعني حوالي عشر جمل على والباقي كلهم على عايزك تمسك كده الالم بتاعك وتسجل ملاحظاتك وتسجل الملاحظات اللي بقولها لاني بشرح كل جملة بالتفصيل. ياريت قبل ما تسيب الفيديو او تبدأ في الفيديو. آآ ياريت تعمل لايك في الفيديو وتشترك في القناة علشان تدعمنا كده وننتشر اكتر. ويعني يكون في نفس كده مفتوح ان احنا نكمل مع بعض. آآ اسيبك بقى مع الفيديو وبسم الله الرحمن الرحيم. طيب تعال نبدأ بسم الله في اول جملة. بقولي ايه? اه طبعا زي هاوس. انت عارف ان كلمة دي اصلا من كلمات الماضي البسيط. وبالتالي الجملة دي زمانها ماضي بسيط. اول اختيار ده ماضي تام. والتاني مضرع تام. التالت ماضي بسيط. والرابع ماضي مستمر. ازن يعني منذ متى وهم قد بنوا هذا المنزل او متى بنوا هذا المنزل. الجملة التانية. لوحدها كده غير خد ذلك يعني حطي لك فكده ارغمك تاخد ماضي بسيط. الجملة التانية انت تختار وفقا للاجابة لادها لك. هو منذ كنتوا في عمر العشرة. ازن السؤال ده زمنوا مضارع تام. لانه في الاجابة اداني مضارع تام. طيب المضارع التام في الاربع اختيارات هو نمبر بي. الجملة التالتة. انت واغت بلك ان في بفور وبعد بفور جاب لك ماضي بسيط. ازن انت عايز تستخدم ماضي تام. الماضي التام في الاختيارات فين? ندور عن ماضي تام. هتلاقي هاد. وبعدين التصريف الدالت. طب هندور ده مضارع. هاد شي بين ويتنج هي دي الاجابة. طب نكمل الرقم دي هاز شي بين ويتنج. لا طبعا ده مضارع تام. ازن الاجابة هنا لقدامي من اربع اختيارات هاد شي بين ويتنج. وبمعنى الجملة هاو لونج هاز او هاد شي بين ويتنج. يعني كامل مدة التي كانت هي تنتظرها قبل ان يصل القطار. هي استمرت في الانتظار فترة. قبل ما القطار ييجي. عشان كده احنا اخدناها ماضي تام مستمر. نمبر فور. هاو ميني بوكس اي فاو فار. انت عارف ان كلمة دي من الكلمات اللي بتعبر عن مضارع تام. دي بقى انت هتقول هاز شي ريتن. اللي هي نمبر دي. طيب الجملة نمبر فايف. هاو ميني بوكس يستردي. والله يستردي دي ماضي بسيط. خلاص يبقى هاو ميني بوكس ديد شي باي. لاحظ ان احنا افرض قال لك بدل last year دي قال لك a year. كنت انت هتقول four a year. بقى لي سنة. طيب او two years five years. وهكذا. نمبر seven. يقول لك I have worked here I have worked here the last five years. انا شغال هنا بقى لي خمس سنوات. يبقى four the last five years. نمبر c. طيب نمبر eight. I haven't seen him a the last meeting. عايزك تفهم حاجة. ان لما يجب لك the last وبعدها مدة. يعني the last five years the last ten years the last five weeks. ده four. طيب the last وبعدها اسم the last meeting the last interview the last conference the last holiday the last vacation. كل دول كده تاخد معاهم sense. القاعدة بتقول ان sense the last وبعدين اسم four the last وبعدين مدة. بحزن الكلام ده كويس عشان الكلام ده مهم. الجملة رقم تسعة. طيب تسعة بيقول لي I have worked here five years. انا اشتغلت هنا خمس سنوات. انت بتقول انا اشغال هنا منذ خمس سنوات. مدام المدة محسوبة وانت تقدر تمسكها لو انا سألتك هو اشتغل كم سنة خمس سنوات. خلاص تاخد فور وانت مغمض. طب لو لو المدة قدامك انت مش عايف تحسبها يعني انت بتقول لي the last meeting. امتى طيب الميتنج دي كت امتى مش عارف خلاص يبقى since. طيب لو انا قلت لك مسلا آآ آآ I have worked here not five years ago. الجملة دي في رقم عشرة انت لما تلاقي ten years ago six years ago seven years ago هنا بنستخدم since ولكن حقيقة دي old english لم تعد تستخدم. الجملة دي كتجات في امتحان سنوية عاما قبل كده وكتعاملت مشاكل للسماء. فطبعا ما نفعش تيجي في امتحان حقيقة الامر. المهم لما تلاقي five years بس وتسكت يبقى four. طب five years ago على بعضها كده تعمل حسابك ان دي since. هدو عشر. I haven't met my doctor I am waiting at the reception. انا لما اقابل الدكتور الطبيب بعد عشان كده انا بستنى في reception. يبقى انت هتقول بعد اللي هي yet. طب. I haven't met the doctor A it is the first time. لو انت اول مرة تقبله يبقى انت هتستخدم before مباشرة. انت عايز اكتميز بين استخدام yet و before في الجمل المنفية. احنا بنستخدم yet لما نقول ان دي اول مرة عم لما تقول انك ما عملتش الحاجة دي لسه النهاردة بس عملتها قبل كده. طيب before لو انت عايز تقول اول مرة في حياتي اعملها. عشان كده ناخد مين before هنا. والجملة بيقول لك فيها ان دي اول مرة اقابل الدكتور ده. طب انت رايح اجتماع اول مرة تقابل المدير. يبقى تقول I haven't met the manager before. طب المدير كل يوم يعمل اجتماع بقى اوزن فتقول النهاردة I haven't met him yet لانك بتقابله على طول بس النهاردة لسه. تلات عشر. يقول لك I have you made dinner A? I can't believe it. You are so fast. ايه الحلوة دي انت الحق تتخلص. انت بالفعل خلصت يبقى انت هنا هتقول already. احنا بنستخدم already في جملة السؤال لما تعبر عن الاعجاب انت مستغرب يا سلام انت الحق تتخلص يبقى already. Have you made dinner A? I am hungry. هو انتو لسه يا جدعان مخلصتوش يبقى تاخد يت. افهمها بسنس انك بتاخد already في الجملة علشان تعبر عن انك انت مستغرب متعجب فرحان باللي حصل ده. بتستخدم مية عشان تشتكي. انت بتقول مسلا وانت قلت سا ما خلصتوش يا جدعان يبقى يت. طيب انت المفروض في امتحان والمدرس عد زمن اللي امتحان ساعة حضرتك خبطت ساعة ونص ولسه ما خلصتش يقول لك have you finished yet هو انت لسه ما خلصتش. طيب الامتحان زمن وساعة وانت اول خمس دقايق سلمت الورقة يقول لك have you finished already انت يا ابني الحق تتخلص هو مستغرب دلوقتي. ايه بخمس اربعتاشر قلنا مية خمس اربعة بقى. بقول لك how long have you worked as a teacher? تعال نشوف الاختيارات. اول واحدة سنس طبعا ما ينفعش سنس تيجل وحدها كده لازم سنس وبعدها المد. طيب فور اه ما هنا حالك عارف يا مستر ان هاولونج انا ممكن اقول فور هاولونج يعني منذ متى. وبالتالي هنا ينفع فور. طيب حاجة تانية نو ويرد اه ما انا ممكن اكتفي بالجملة كده فعلا. انا ممكن اقول لك how long have you worked as a teacher? وسكت. يبقى يعني. الاجابة كده فور ويرد. اللي هي بي و سي. طب ما هو جايبها ايه و سي. لا يبقى ده غلط. دي خلق طبعا المفروض لاجابتين بي و سي. اللي هي نو ويرد وفور. اقول تاني. how long have you worked as a teacher? فور. لان احنا ممكن نقول برضو. for how long have you worked as a teacher? وكممكن نقول have you been working as a teacher برضو. وممكن نسكت على كده من غير ما نكتب حاجة. وبالتالي الاجابة فور و no word لتنين صح. طيب الجملة رقم ستة عشر بقى. اه بيقول لك اه. طبعا من غير ما تكمل. for how long لكن since when? يبقى كده احنا عايزين. طبعا فور و no word. و ايه انت بي. when have you worked as a teacher? when have you worked as a teacher? يعني متى عملت كمعلم. طبعا انت هتقوله. for since when have you worked. اللي هي الاجابة رقم a. طب احنا عايزين نسيب الجملة كده من غير اضافة. طبعا احنا اخترنا هنا since when. احنا عايزين نسيب الجملة من غير اضافة من غير ما نضيف since او غيرها. لازم تحولها لماضي البسيط. اقولك when did you work as a teacher? في سبعتاشر بقول لي. he is ill since he bad food. ترجب هو مريض منذ اكل طعاما سيئا. عايزك تفهم. ان is دي زمانها مضارع. فانت النحية التانية مينفعش تستخدم ماضي اطلاقا. وبالتالي هنستخدم مضارع تاني. ونقول. since he has eaten bad food. اللي هي number b. طيب. طبعا ايه و دي هما اتنين eat. فمن همش علاقة بموضوع. 18. he has been ill since he bad food. هو بيعاني من المرض منذ اكل طعاما سيئا. او منذ تناول طعاما سيئا. طبعا احنا هنمفعود نقول اكا لا. تنا ولا. فانت عايز ماضي. وبالتالي هتقول. since he ate. وانت عارف ان اصلا سينس بيجي قبلها مضارع تام وبعدها ماضي بسيط. my friend tennis four three years. but now he plays football. ركز معاها بقى كده في الكلمتين دول. كلمة four بنستخدمها مع جملة مضارع تام وعلى جملة ماضي بسيط. من استخدمها مع مضارع تام لو لسه مستمر مع ماضي بسيط لو انتهى. تمام كده؟ طيب انا جملة اللي قدامي دلوقتي بقول لك هو دلوقتي بيلعب كرة قدم. يعني معنى كده انه بطل يلعب تنس. وبالتالي انت هتقول. لاعيبة وانتهى. يبقى عن مفوض نقول he played. وmy friend played. طيب الجملة اللي بعدها هتوضح لك الفكرة. يقول لك my friend tennis four three years. and now he is very good tennis player. هو بيلعب تنس بقى له تلات سنين وللسه بيلعب ومستمر. يبقى four. متعبر عن المستمر فناخد مضارع تام. يبقى عن مفوض my friend has played. وعلى فكرة لو الاختيارات مش موجود فيها has played. هناخد has been played. وتبقى برضو صح. طيب never a to the u s i. انت عارف ان ال never d لما نجبها في اول الجملة يا مستر. وهي معناها نفي. فبنعمل ايه؟ بنعمل الجملة على انها جملة سؤال. فبعد never نجيب فعلي مساعد فاعل. اللي اربع اختيارات مفهومش غل واحدة بس. اللي هي have i traveled. واخد بالك ان هو قال لك za u s a. لازم تقولها za u s a. بالزا ديت علشان الدول المركبة بناخد معاها za. اثنين وعشرين. toom last played chess ab abril. toom اخر مرة لعب chess shatranc كانت في ابريل. لحظ ان هو بقول لك play it ماضي بسيط فهتاخد in. in abril. او the last time sorry. toom played tennis abril. اخر مرة. toom لعب فيها الشatranc كانت في. يعني انت هتقول was in. اللي كانت يعني was وفي يعني in. he hasn't achieved anything valuable throughout life. هو بقول لك انه ما عملش حاجة خالص مفيدة في حياته. عايزك تفهم انك انت عايز تقول ما عملش يبقى تقول he hasn't achieved وتكمل زي ما هي الجملة كده حلوة. من غير ما نختار. او انك تقول he hasn't ever. ever دي بتكون موجودة عشان تبين او تؤكد على النفي. يعني انت بتقول لي انا عمري ما لعبت كورة. يبقى تقول لي i haven't played football. او i haven't ever played football. يعني ever بتيجي بعد haven't و hasn't. 25 بقى. he has not achieved anything. has مثبتت. فانت عايز تخليها منفية. فتقول he has never achieved. يعني هو لم ينجز شيئا زي تقيمة في حياته. 26. هلا can't play a tennis because she her hand. هلا can't. واخد انت بالك من can't كانت دي مضارع. فالنحية التانية هتاخد مضارع تام. وتقول has hurt. بس عايز تفهم حاجة في الموضوع عشان ما تلخبطش. انت بتقول has hurt. زمنها مضارع تام. بنترجمها ماضي. يعني انت لما تقول شيء في الترجمة لانها تجرح لانها جرحت. مضارع تام بيت كتب مضارع وترجم ماضي. 27 بها. بيقول لك couldn't. couldn't ماضي. فالنحية التانية عايزين ماضي. فبتقول since or because she had hurt her hand. بيبقى رتز معايا في 26 و 27. علشان في الجملة دي كانت مضارع. فناخد الناحية التانية مضارع تام. علشان فيه هنا couldn't ماضي. فناخد الناحية التانية ماضي تام. طيب كمان ايو عشرين بقى. بيقول لك باسل hungry because he has eaten. بيج لانش. باسل ده ايه جعان يعني لانه هو اكل وجبة كبيرة. هو تناول وجبة كبيرة. حلو يعني معايا كدنا هو ليس جائعا. طيب مانا ممكن اختار isn't. ممكن افكر في isn't يعني. ممكن اقول wasn't. بس has eaten ده مضارع. فحضرتك هتاخد قبلها برضو مضارع. المضارع مين هنا يا مستر؟ المضارع هنا isn't. عشان كده هتقول. باسل isn't. عادة تاخد بالك من كذا حاجة كده. في رقم 26. بص عليها كده. في 20. هو قال لك can't فخدنا has heart. طيب في 27. خدنا couldn't فمعاها had. خدنا isn't علشان المضارع التام من ناحية التانية. has eaten. طيب افرض هي had eaten. جاي لك في رقم 29. بقول لك 29. باسل a hungry. because he had eaten. ماضي. فلازم الناحية التانية يبقى ماضي. يبقى المفروض ناخد ماضي بسيط. طيب يا مستر معلش في سؤال رخم شوية ومستفز. تفضل اسأل. هتقول لي ما هو في didn't. وفي wasn't. اخد مين فيهم. افهم ان didn't لازم بعدها فعل في المصدر. يعني didn't لوحدها كده ما تنفعش. اقول لي didn't eat. didn't eat مسلا. didn't meet. didn't do. didn't والمصدر. الجملة اللي قدامك مفهاش فعل. وبالتالي الإجابة الصحة هنا المفروض نقول. wasn't hungry. هو لم يكن جائعا لأنه تناول وجبة كبيرة. التهم وجبة كبيرة. تلاتين بابل. بابل. he will welcome us as soon as we. بصد بأركز. as soon as دي رابط. تمام. أي رابط في اللغة الإنجليزية. بنجيب قبل ومستقبل. اللي بعد يكون مضارع بسيط. او مضارع تام. حلو. طب انا لما بسيط في الاختيارات المستر ليت اتنين موجودين. فين يعام. مضارع هي. مضارع بسيط. وhave arrived مضارع تام. افهم ان الموضع في ان. الفعل من قدام سيادتك. we. هناخد مع we. المفهود نقول we arrived. فعشان كده الإجابة هتبقى. have arrived الى الرقم دي. طيب. 31 بقى. بيقول لك. we welcome. he welcomed us. we. son as we. هو رحى ببنا بمجرد ما احنا. وصلنا. طب لات كز. welcome. زمانها ماضي. اذا السناز لازم يكون بعدها ماضي. ما نفعش نجيب بعدها مضارع. طيب اختار يا تار arrived. ولا had arrived. انزل الاختيارات الاول يا عام نشوفهم موجودين الاثنين. ولا لا. طيب arrived 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 have arrived. اذا انت عايز مين. هتختار الموضع الموضع التام اللي هو had arrived. طيب يا مستر لو الاثنين ما موجودين في الاختيارات هنا نعمل ايه. ترجم. هو قل لك رحى بينا بمجرد وصولنا. يعني احنا وصلنا الاول. وبعدين هو رحى بينا. يعني انت عايز تختار حالس اولاني وبالتالي هتختار ماضي تام. 32. i didn't go with him to the movies as i that film. وبقول لك انت انا مروحتش معه السينما. اصلي انا سمعت الفيلم. ركز انت بتقول لدي انت ماضي. فلازم ناحية التانية تختار برضو ماضي. يا طرح هتقول have لا ده مضارع. طب already seen مضارع بسيط برضو. already saw ماضي بسيط. had already seen هي ده المزمن الماضي التام لانك شفت الفيلم. وبعدين لما هم فكروا لوحهم اروحتش معهم يبقى had already seen. طيب 33 بقى. have you finished doing the research? قال لك not. ايه. هل انتهيت من القيام بالبحث فقال لك لا ليس بعد. عايز تفهم ان اسمها not yet على طول كده not yet. افهم يبقى احنا قلنا I haven't I haven't ever. I haven't ever. she hasn't ever. طب not معي. 34. بقول لك I haven't seen mazen the last time we met in Alexandria. انا ما شفتش مازن منذ آخر مرة تقابلنا في الاسكندرية. طيب انت لو خدت بالك انت بتقول منذو. خلاص يبقى since. اللي هي دي. طيب. طب ليه ما ناخدش فور. انت بتقول منذ آخر مرة تقابلنا في اسكندرية. كانت امتى يا باشا؟ مش عارف خلاص يبقى since. طب عارف انت لو تقدر تحددها لي بالتحديد. هتقول لي فور. 35. I have written stories as long as I can remember. حلو المصطلح دي جدا. المصطلح اسمه for as long as. قبل لك من دي كواس جدا. for as long as I can remember. يعني منذ آخر مرة اعتقد استطيع ان اتذكرها. يبقى انت عايز هنا for. اللي هي الاولانية رقم ايه. 36 بها. بيقول لك I golf when I was in her day last summer. واخذ بالك انت من last was when معهم كمان. يعني الموضوع كله ماضي. فانت عايز ماضي بسيط فهتقول didn't play. I golf since I was on her day last summer. فهم فيه غسط اهو. بس since بوزتها. since بعدها ماضي بسيط فحضرتك عايز مضارع تام. فهتقول I haven't played. عشان خاطر since. تبدو نقطة 30. ages. انت عارف ان ages دي. for ages مثلا. لكن هنا في الجملة مش عايز كده. عايز تقول it is ولا it was ولا it has ولا it had. since we visited her old friends. ركز ان since بنجيب قبلها مضارع تام. او it's ومدة زمنية. او it has been ومدة زمنية. الاجابة في الاختيارات قدامي جاب it is. وكان ممكن نقول it has been ages. طب ما هي هاذ هي. بس نقصبين عارف لو معايا بين هنا كمان. كنا خدنا دي كمان وكان لتنين صح. 39 بقى. he not for 15 years before he had his wife separated. قبل ما ينفصل عن زوجته. ركز. ركز. هو تزوج لمدة 15 سنة قبل ما ينفصل. يعني هو تزوج وعاش حياة الزواج الاول وبعدين ينفصل. فانت عايز حدث ماضي تام. يبقى المفروض نقول he had been married. يعني زوجة منها يعني او تزوجت زويت الي. 40. بيقول لك I haven't had any coffee today. انا ما شربتش قهوة النهاردة اطلاقا. I not so sleepy. انا اشعره. انت قلت ايه. اشعره. يبقى عيفيلي عم. وبعدين قال لك haven't مضارع تام. فانت عايز ان نحط تاني مضارع برضو. It is so hot that I five cans of coke. really this afternoon. الدنيا النهاردة حر جدا. لدرجة ان انا شربت خمس علب من الكنز النهاردة في فترة الزهيرة. وبالتالي انت بتتكلم عن حدث كل مضارع فهتقول have drunk. لاحظ ان قال لك it is. فعشان كده انت فكرت في المضارع التام عطول. 42 بقى. In the last few years it is more and more difficult to get into college. في السنوات القليلة الماضية. عايزك تفهم in the last few years over the last few years over years through out years so far. الكلمات دو كلها من كلامات المضارع التام اللي انت رازم تركز معها. يبقى انت هنا عايز مضارع التام. it has become. اللي هي number c. over the countries. في البلاد كلها. man the sun in many ways. الانسان يستخدم الشمسها في طرق مختلفة. لاحظ كده. has used. had used. is using. was using. انت بتقول ان الانسان بيستخدم الشمس. over the centuries بقى المفروضة. over the centuries. يعني على مر العصور على مر القرون. وانت عارف ان over زي ما قلت لك قبل كده في المثال الفات. مضارع تام يبقى has used. it is the first time. we. not this sport. آآ. بيقول لك اول مرة. it is the first time. it is مدة زمنية. since. موضي بسيط. حلو الكلام. حلو الكلام. فانت هنا في الجملة دي. عايز مدرع. عايز since. طب ما هو مدنيش في الاختيارات since. ما هو عامل حسابه واناك حافظ الموضوع ده. it is the first time. اربعة واربعين. it is the first time. it is the first time. اربعة واربعين. it is the first time. we. this sport. لما تلاقي it is the first time. it is the first time. بقى قول تاني. it is the first time. فانت عايز مدرع تام. يبقى هنقول. we have done. طب لو قل لك. it was the first time. خلاص يبقى انت عايز موضي تام. تعال نشوف اللي بعدها. هتلاقي هي الحال. it was the first time. فانا عايز مدرع تام. اللي هو هاد done. ركز مع الموضوع ده. عشان اللي بقى بتكرر. والافكار واحدة. مفيش جديد. ولكن الصياغات بتكون جديدة. فها بتلخبط. ستة واربعين. everything. everything. not white. because it had been snowing. خط بالك. it had been snowing. الموضوع مدرع كله. خلاص فانت عايز موضي. فاداخد ووز. طيب. ليه ما ناخدش. everything. يعني كل شيء. بيجي بعدها. او تعامل على نائس مفرد. فانا اخد ووز. الحالة التانية. ليه ما ناخدش. هاد been. هينفع اتنين موضي التان في نفس الجملة. 47. طيب. i was so delighted when i found my keys. i for them four hours. تكز بقى في الجملة 47 دي. فكرتها عظيمة. بقول لك. انا كنت مصرور خالص. لما لقيت مفاتيحي. اصلا كنت بدور عليهم لمدة ساعات طويلة. معنى كده انك انت دورت الاول. وبعدين لقيتهم. فالبحث ده كان حداث اولاني. فبالتالي هتقول ماضي تام. عشان كده هاد been looking. طيب ليه خدنا ماضي تام مستمر. لانك انت استمرت في البحث. وبعدين لقيتهم. 48. بقول لك لما البوليس. لما البوليس سأل. سألوا يعني جون اخبروا انه هو. كان بيشتغل في المكتب لفترة طويلة. فانت عايز مواضي طبعا. والمواضي اللي في الاختيارات اصلا مفيش غير مواضي تام. تسعة وارفعين بقى. بقول لك. بقى ده ثلاث سينين النهاردة. استنى يا مستر. احنا عارفين ان فور وناو دول بيجوا مع مضارع تام المستمر. يعني الجملة لما يكون فيها فور معها ناو يبقى ده مضارع تام مستمر. حلو حلو الكلام. طب انا هينزل في الاختيارات اختار. لأ انت عاملك انا حاجة دي غلط خالص. طب ليه؟ عايز اكتفهم ان كلمة بمعنى يمتلك. كلمة بمعنى يعرف. كلمة بمعنى يعتقد. مايجوش مستمر. اذا انت هتختار هنا. هاد اللي هي مضارع تام فقط. مش مضارع تام مستمر. خمسين. هاني هاز انت فنشد هز هومورك يت. ما خلصش شغله لسه. ده معناها ان هو مازال بيخل. مازال شغال. يعني معنى كده ان هو مازال شغال. يعني معنى كده انك انت كلمة مازال يأكل. مازال عاجري. فانت هتدور على دي في الاختيارات. يعني هي اس ستل دوينج ات. اللي ارقم دي. اقول ثاني. لما نقول لك هاز انت فنشد. معناها انه مستمر في عمل الشيء. ولسه ما خلصش. لما قل لك هاني هاز انت فنشد بلاينج. يبقى هتقول هي اس ستل بلاينج. هاني هاز انت فنشد رانينج. يبقى هي اس ستل رانينج. واحد وخمسين بقى. هادير هاز نيفر كوم ليت. هادير دي عمرها. ما جت متأخرة. ده معناها. معانيها من قبل ما نبص في الاختيارات. اقول معي بقى. عايزين نقول هادير عمرها ما جت متأخرة. ده معناها ان هادير هاز انت كوم ليت. او هاز انت افر كوم ليت. الاورانية معناها ان هي جاءات متأخرة الراجل ما قالكش كده. طيب رقم ب هادير جات مرة واحدة متأخرة يعني ما قالك عمرها ما جات. طيب رقم تلاتة هادير جات بدري ما قالكش كده برضو. هادير هازنت افر آه اللي هي نمبر دي فعلا. ما هو انا عارف يا مستر يعني هازنت افر باختصار. اتنين وخمسين بقى. بقول لك آآ مصطفى هازنت مصطفى ما درسش انجليزي بقى له اسبوع. ده معناها ان هي ينفع نقول بمعنى ان هو ما درسوش اصلا لمدة اسبوع. ما درسوش اصلا. هو بقول لك في الجملة مصطفى ما درسش الانجليزي بقى له اسبوع. يبقى دي ما تنفعش التانية هي ما درسوش الاسبوع اللي فات برضو لا ما هو معرفكش ان هو الاسبوع اللي فات تحديدا. دي تنفع يعني معناها فات اسبوع منزو اخر مرة درسو مدرسو الاسبوع اللي فات ما قالكش برضو ان هو كان الاسبوع اللي فات يبقى ليجاب فعلا رقم سي تبقى الجملة كده مصطفى معناها واحفظ السياقين مع بعض تلاتة وخمسين لسه الشارع عربية حالا انا عارف يا مثل ان هزي بتساوي يعني حاجة بتعبر ان هو لسه شاريها حالا تعلي نشوف اه هي دي فعلا من غير ما نكمل بس هنكمل برضو ما عملش حاجة غير شرائي السيارة ما قالكش كده الراجل هو قالك اشترى ما اشتريش للعربية ما قالكش كده برضو عادك تفهم وتحذر انك تترجم حاجة بفكرك بدماغك الراجل يقولك اشترى عربية منذ فترة قصيرة اشترى ما تقوليش بقى ما اشترىش يبقى لإجاب رقم ايه اربعة وخمسين انا متأكد ان ما شفتش الراجل ده قبل كده ده معناه ما شفتش قبل كده خد بالك احنا قلنا قبل كده مرة ان لما يكون في بفور يبقى ده اول مرة تشوف تعالي نشوف اول مرة تشوف الراجل او هي فعلا دي اتز za farst time to see this man تب نشوف البقى ايه ات وز لقم حضرتك لو قالك ات وز كان هايقولك في الجملة hadn't لما مفعش نقول the last time بسمع اتز za farst time ما شفتوش منذ خمسة سنوات لا طبعا احنا قلنا ان بداعة ولكنها جاتش الكتاب ده فانعتبرها يعني موجودة فاناخد ايه انسيه فعلا هي الاجابة الصح ركز بقى كده لما تقول اي هافنت سين هم فور فايف ييرز ده معناه ان اي هافنت سين هم ان فايف ييرز ان اخت فور مع المضارع التام فهنا عشان كده عشان كده نفس المعنى هما التلاتة فلتلاتة بنفس المعنى طيب فانت احفز الصيغة دي احفز الحال انك تحفز الصيغة دي لانك مش قادر تستوعبها لما تقول اي هافنت دن فور فايف ييرز ده معناها ستة وخمسين اي انا شغال مدرس من ساعة ما تخرجت في سنة الفيه. طب تعالوا نشوف بقى. اه ينفع. انا ما زلت شغال مدرس ايوم هو قالك منذ تخرجت وانا شغال. قالك ايجراجويتد انتو ساوزند. اه اركو الركب فعلا يبقى كلهم صح. سبعة وخمسين. حلوة فكرة الجمل دي. يا مزرش عمه من زمان خالص. ده معناها ان مباشرة. الاولية دي فعلا. طب التانية الجملة من في. التالتة ده قالك في الجملة ايه? وبعد قالك. ثانيا الجملة الرقم سي اصلا غلط. يعني غلط. يعني انت عشان تستخدم دي. كان لفرد تقول لي. وبالتالي دي غلط. من حيث المعنى والقعدة. تمانية وخمسين بقى. هو ماذا لا يكتب التقرير. ده معناها انه ما خلصش كتابة التقرير. يعني لما تقول لي يبقى بقى. 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 اللي هي رقم بفعلا. اللي هي دي. طيب. احنا كده خلصنا تسعة وخمسين. تسعة وخمسين بقى. يعني ايه? يعني موضوع العيشة في القهيرة دي انتهى اصلا. يعني لم تعد تعيش. تعالى نشوف لأ. امتقدت او ما هو. يعني موضوع الحدث انتهى وثابت البلد راحت مكان تاني. طب كانت عايش هناك من تلات سنين فاته. هو قال لك هي عاشت في القاهرة تلات سنين. ما قال لكش اللي فاته دول. فما ينفعش ناخد اجوه. طب لو كان قال لك او كانت نفعت. يبقى كده اختارنا رقم سين. الجزئية اللي هنحلها مع بعض اللقتي دي هي جزئية من امتحان من امتحانات الكتب السنة اللي فاتت. الجزئية دي هيكون فيها اسئلة على وعلى يعني هتلاقي كده كم حاجة كده اللي هو معلقة بالكلمات من منهج السنة اللي فاتت. لكن انت مش هتخسر حاجة لو بسيط عليهم. وانا كنت عايز اشيبي الجزئية الامتحان دي ولكن لقيتني فيها كلمات ممكن تفيدك. وليت فيها اسئلة قواعد كويسة جدا فقلت نحلها مع بعض. يلا بنا نحلها مع بعض ونشوف. بسم الله. ندخل على اللي بعد كده. طبعا بعد كده في امتحان على الوحدة الاولى كول على الوحدة التانية كول لها. حالة دميلة جدا. الوحدة الاولى والتانية. يعني هرجعهم مع بعضهم وامتحان على القصة الاولى برضو. تعال نشوف. هما لماذا كانوا تعبنين لما وصلوهم? قال لك لان هما كانوا مشيين. ركز. هما مشوا الاول. هما مشيوا الاول. وبعد ما مشيوا وصلوا. يعني المشي ده حدث اولاني. فانت عايز حدث تاني. حدث اولاني ما ده تاني. فتقول. طب ليه ما نقولش. لانك بتقول ان هما كانوا مشيين مسافة طويلة. فالموضوع كان مستمر. طبعا هيبدأ يجيب لك جمل على الكلمات برضو. اليابان اصبحت ايه رئيسي في صناعة الالكترونيات منافسة. يعني قنوع او ممتق او ممتق متميز سوري. معناها بشكل تنافسي. منافس او منافس. اليابان كانت منافس في مجال الصناعات. وانا هعمل على دي دايرة بره. عشان اكتب لك الفرق بين الكلمات دي كلها وبعضها. طيب رقم اه اتنين. قلناها. تلاتة بقى. ايه? فور من. على طول. طيب لو قل لك ات ازا كنت هتقول ات ازا كاستم. طيب بعد كده رقم اربع. بقول لك اتهم. في حد في ولد رمى حزاء فيه. بينما كان هدى حدث. يبقى اخد بقى ويل قبلية عشان ووز سبيكينج. ما دي مستمر. نمبر 5. احمد كان تيك اا بيس اف وود. ااند اي. ان. ات انتو. اوندرفول وورك اف اوارت. احمد ممكن ياخد قطعة من الخشب. ااند اي ات. عاية تتعرف ان كلمة فاشن الموضة. وكلمة فاشن انتو يحولها الى. فانت هتاخد هنا كلمة فاشن انتو. وده مصطلح جديد اكتبه. يبقى فاشن سامسينك انتو يعني يحول شيئا الى. يعني يبتكيرها الى. يبدع فيها الى يعني. طيب بعد كده رقم ست. بيقول لك. في المدينة دي كل المباني قديمة. ويقول لك المباني هنا كلها قديمة. حتى المبنى اللي قدامك ده بونية في الف تونية وخمسين. بونية يبقى وزوره تصريف التعبات في وص بلت. طب ليه ما ناخدش هاد بلت هاد بلت يعني بنا. ينفى تقول لي بنا ما ينفعش. بونية. نمبر سيفن. بقول لك زيريز ناثنج تو بي اي باي لوزنج يورك تيمبر. لما تفقد مزاجك فليس هناك اشياء ان يكتسب. فمعنى كده ان كله اشياء معنوية وبالتالي هتقول للجاند. يعني اكسب نفسك كين وراياoba دماغك. طب ايس? اا ايس اا . ينفع نستخدم كلمة مع الماضي البسيط بستخدمها مع ـ مستمرة اصلا هي معناها ماذا لا مستمر فعشان كدر اجابة هل كنت ماازلت تعمل لقم تسعة الغرفة دي تلات امتار طولها والتساعها تلاتة متري اللي هي معناها واسع عشان انت بتكلم على التساع فبرود عشرة وانت لم يعرفتش تسلح القفل بتاع مفتاح الباب او قفل الباب قلك اي نوات ات بي فور دي معناها انك انت بتقول اول مرة عملها معنى اشعر بكده يعنى هل تقول اي هاد نيفر دون ووز نيفر دون ووز نيفر دون ولا ووز نيفر دو بالعرب انت بتقول لما عملتش فهتقول اي هاد نيفر دون طب ليه هاد نيفر دون لان الجول العونية اصلا دد ماضي طب ليه ما ناخدش ما يعني مش هعمل طيب لم يفعل يعني لم يكن يفعل طيب احد عشر زي الدكتور ايه الدكتور عمل ايه في جهاز ام صغير على رأس الطفل اكيد ارفقه او سبته يعني عشان كده اللي هي رقم دي طيب اتماشر بقى بقولك هو ما يفعش ييجي معنا لأنه كسرارج له كانت مضارع فانا عايز مضارع ينحل تانية فانقول هاز بروكن اللي هيدي طب ليه ما ناخدش هاز تو بريك هاز تو بريك يعني يجب أن يفعل هاز تو جو يعني يجب أن يذهب هاز تو بريك يعني يجب أن يكسر طبعا مش منطق تلاتتاشر لاحظ انه بعدها ماضي بسيط فانت عايز قبلها مايتا فعشان كده هنختار هاد بين ليفنج اللي هي رقم سي مفيش حاجة اسمها هاد بين ليفنج بداية يعني هاد بين ليفنج يعني كان يعيش طب هاد بين فكسد صلحة أو أصلحة طيب هاد بين ليفنج يعني ايه عيشها مثلا مايتترجمش 14 هي ماتت بعد سنة شهرين بعد ما أصيبت بالكنسر يبقى هاد ديفولوبد انت عايف لما أقول ديفولوب ديزيز يعني يصابه بمرض ديفولوب كانسر يصاب بالكانسر السرطان 15 روحه التنافسية وخبالك انت من قاس دي يبقى انت عايز استبلشت اللي هي دي طب يا مستر لو ما فيش قاس كنت خدنا ميت على طول رانا شكلها تعبانة زمنها مدارع صح؟ فانت النحن التانية برضو هتاخد مدارع تمام؟ من المدارع قدامك هاز كليند وهاز بين كليند حلو انت يا مستر بتقول شكلها تعبانة رد عليك قالك ايوه هي نظفت؟ ولا كانت بتنظف؟ كانت بتنظف كان يفعل دي ما نحن مستمر وبالتالي هنقول هاز بين كليندج اللي هي رقم دي 17 بقى هو قبض عليه بيكوز هي وز انفولفت دي تورط في لو انت فكر في الكلمات قبلتنا كلمة انفولفت اللي كان بتساوي كلمة جلتي وممكن نقول عليهم مسؤول عن برضو اللي هي رسبنسبل يعني المهم هي وز انفولفت ان اكتيفتز هو تم القبض عليه بسبب ان هو بيشتغل في انشطة غير قانونية قانوني تبقى يعني غير قانوني 18 لم يكن حريصا خبط رصف في الشجرة وقعا شوف انت بتقول وقعا فانت عايز فل طب ليه ما ناخدش وز فولنج ينفع تقول لي هو خبط رصف تفترى بيزا مسلا وكان يقع؟ لا ووقع 18 there are great benefits of communication in a not diverse world في العالم التنوعي ثقافيا يبقى culturally culturally diverse world العالم الثقافي او المتنوع ثقافيا سوري العالم متنوع ثقافيا بعد كده عشرين انت امت عملت الحجز بتاعك في الفندق مثلا بعد ما فحصت المعلومات يعني انت فحصت الاول وبعدين حجزت فانت عايز هنا موضيتان almost everyday the media reminds us to act a so as to ensure the will being of the planet for future generations كل يوم الثاني الوسائل الإعلام بتذكرنا ان احنا نسلك بشكل مسؤول اللي هي رقم بي عشان نحافظ على بقاء الكوكب 22 بيقول لك والله دي مضارع تام والجمل اللي زي كده بتبقى مليحة مضارع تام فهناخد 23 24 two thieves into our house yesterday night اتنين لصوص اقتاحة مو منزلنا ليلة امس تغلاصي بقى has broken ولا broke انت تقول اقتاحة ما حلو فهتشكل حاجتين هذا broken و broke تمام رقم واحد رقم اتنين هو قالك lost yesterday night يعني موضوع ماضي فغلاصي بقى الاجابة هنا broke 24 taking photos is a prohibited inside the temple بقول لك ان التقاط الصور محظور بشدة بشدة يعني بسرامة يعني 25 this study shows the a between physical activities and diabetes بقول لك ان الدراسة بتبين الارتباط بين الانشطة البدنية وامراض السكر وبالتالي هنقول الارتباط يبقى association اللي هي رقم d اسمبشن اللي معناها افتراض associated with معناها متصل بي اسوشيت طبعا ده الفعل هي رقم يربط او يوصل 26 بقى why do you want to stop a because i for three hours لماذا تريد ان تتوقف فقالك لانني لمدة ثلاث ساعات لانني اقود بعالي ثلاث ساعات استمريت ثلاث ساعات في القيادة يبقى have been driving طب افرد هو في السؤال قالك why did you كنت هتقول had been driving طيب 27 he was a because of misbehavior بسبب سوء سلوكه هو مضطر ان هو يتم تأديبه يبقى he was disciplined قدي بقى عوقبا my brother and sister tenis at ten a.m. yesterday امرح الساعة عشرة بالليل ايه عشرة الصبح اخوي اختي كانوا يلعبون يبقى انت عايز مودي مستمر يبقى war playing طب لو قالك yesterday هنقول playd لعبه 29 اي هنا بحف دي grow up knowing طب ما هده مستمر لا مش مستمر مستمر عبارة عن فربط دي والفعل من رفع اي نجي ده مش مستمر خد بالك whenever there was a visitor the dog whenever there was a visitor وقت ما كان هناك زائر الكلب الكلب بيعمل ايه عند الباب الكلب بيجري على الباب يجري يبقى اللي هي number a طب ليه ما ناخدش مسلا was running بص انت بتقول لي whenever there was يبقى الجملة زمنها ماضي ده رقم واحد فهنستبعد وهنستبعد دي لان دول اتنين اصلا بعبرها عن المضارع حاجة بدأت وليس شغالة طيب رقم واحد رقم اتنين انت بتقول لي عندما الكلب يرى زائرا فانه سيجري نحو الباب فخلاص خدنا ودرا طيب ما ينفعش تقول لي عندما الكلب يرى زائرا فكان يجري عندما يرى كان يجري مش مانتقل